اشتركوا في القناة رح يكون بمجملة جولة انتخابية على الوضع العام والوضع ببعض الدوائر ولكن قبل خليني اسألك هل تخشى من موضوع تطيير الانتخابات متماع مين حكى كتير اليوم ربطا بالوضع الاقليمي وخاصة الدولة المتفجر من اوكرانيا وغيره والتدعيات على المنطقة والتدعيات على لبنان اقتصاديا وإلى آخره طبعا يعني سجاد اليوم الجو العام لحد اليوم ما بيوحي انه فيه تأجيل ولكن عم نسمع كتير اقويل توحي بانه تأجيل الانتخابات او تطييرها بشكل كامل اقله فيه ناس عم ينحكي على ثلاث تشهر ناس عم تنحكي على سنة ناس عم ينحكي على تطييرها لاجل الفراغ ولكن بكل تحليل بتلاقي فيشي مخبه تنقير على محل معين بالواقع الانتخابات اليوم تحضيراتها قائمة ولكن ما بدنا ننسى الوضع الاقتصادي المتدهور الكبير وخاصة بما يتعلق بموضوع المحروقات بالدرجة الاولى وقريبا عندك ازمة رغيف وازمة امح وازمة مواد غزائية زيوت وإلى ما هناك نتيجة الحرب على اوكرانيا وإلى ما هناك هذه تلقائيا بدك تشوف ردة تفاعل الشعب هذه عن ناحية المعيشية بدك تشوف الشعب كيف بده يتفاعل مع هالأزمة هل هو راح يكون بتفاعل مثل ما هلأ جمود وانه اوكي شو بنقدر نعمل او بده عن جد يتفاعل بطريقة سلبية وقد تؤدي الى تطيير الانتخابات تانيا انا برأيي الخاص انه ما في مجال لتطيير الانتخابات الا بشيء امني يعني اذا ما صار في شيء امني ونحن اليوم شوي شوي عم نحس انه الامن ما عد مضبوط متل ما كان مضبوط رغم انه تفكيك بعض الخلايا النائمة وإلى ما هناك ولكن بتحس انه في شيء مش ظابط خاصة بالقوى الامنية كمان ما بقى عندهم مقومات الصمود او مقومات انه هالكم شيء اللازم الا بالجيش اللبناني حتى بتحس في شيء يعني احساس هيدا نعم Stephanie مش مش لا معلومات ولا احساس وانه في شيء مش ممسوق وبالتالي هذا الشيء الوحيد اللذي يخوف بتطيير الانتخابات اما بما يخص رمي التهم انه فريق 8 قدار يطيير الانتخابات لانه قد يخصل الانتخابات او منقول фريق 14 اضار يطيير الانتخابات لانه بيخصل الانتخابات هلا بمعرض الحلقة منشوف مين له مصلحة اذا كان في من مصلحة بتطيير الانتخابات منشوف اي فريق بحاجة بس انا برأيي ان شاء الله تصير بوقتها بركي بركي بتكون وجه خير على على انه نفتح صفحة جديدة بلبنان نرجع عن الانتلاء جديد مع انه اكتر بشاككو بهالموضوع هلنرجع له بسيئة الحلقة بس قبل بدي اسألك ربطا بموضوع التأجيل يلي عمين حكى عنه اللي بعد متل ما اتفضلت ما في شي ملموس بيدل انه رح يصير انه البعض ممكن يسأل انه هل نعمل كل يلي نعمل من 17-20-2019 لحد هاللحظة من انهيار سياسي واقتصادي ومالي وإلى آخره وهذا الانهيار انهك بمحل معين قوى سياسية محددة قد تكون هي المستهدفة نحكي القصص مثل ما هي انه طيار الوطن الحر لانه متحالف مع حزب الله فلا ما فينا نستهدفه بالبيئة الشاعية لأسهل انه نفوت من الزاوية المسيحية على الموضوع وصلنا لهذه المرحلة من طير الانتخابات إلا إذا هون هون جاوب عندك ما هي أنا اللي عم لك انه قلتلك بسيئة الحلقة منحكي انه اليوم تطير الانتخابات تبطلت مطلب إذا بدك 8 أدار أو فريق طيار وطني الحر هو يصار أكثر مطلب فريق 14 أدار من بعد انسحاب الرئيس الحريري نهائيا من المعركة من بعد إحاء وليد جمبلات بأنه محاصر بعد الشيء وقد يخسر بعض المقاعد ومن بعد إذا بدك الاستعراض الإعلامي اللي عمله الدكتور سامير جعجع واللي بلغ فيه انه هو رح يشتاح المناطق المسيحية مع بدعم من المنجمين خلال صهرات راس سنة انه اشتياح وكذا مراهنا على الصوت السني تبين تبين من خلال عدة دراسات هني قاموا فيها وكل الأفريقاء عم بتقوم بتعرف بإحصاءات اليوم تبين أنه وضعهم على الأرض وضع مزري جدا وبالتالي الانتخابات رح ترجع تصب لمصلحة حزب الله وحلفائه إذا صح التعبير والتيار وطن الحر قد يكون قد تراجع ولكن لم يتراجع بالقدر اللي هني شايفينه لبل بالعكس يبدو في محلات رح يخسر يمكن مقعد من أصل ثلاثة بدائرة من الدوير بس رح يربح مقعد قبالة بغير دائرة ما كان اللي تمثيل فيها وبالتالي رح يكون امتداده على من عكار إلى النقورة وصولا إلى بعلبك الهرمي رح يكون امتداد طيال وطن الحر أكبر من المكان بس هلا عم تقل لي دراسات السيد جون يعني الخطاب السياسي الخطاب السياسي المعتمد من قبل القوات اللبنانية ما بيدل على هالشي يعني أكيد ما عم بيقولوا أنه نحن رح ناكل الأخضر واليبس ما بيقولوا بس أنه عم يحكوا بمنطق أنه هن كتير مرتاحين وأنه هن مستعدين للانتخابات يعني بكرة يعني يمكن لو بنعملهم ياها اليوم كانوا بينبسطوا أكثر بس أنا بدي أقول لك هذه إعلامية يعني اليوم هن عندهم فن البروباجندا وعندهم إمكانيات لشراء إذا بدك الإعلام اللي بيسوق لهم إذا بدك كل التفاصيل بس هن بيعرفوا وأنا بعرف وهني يعني في حديث مشترك بينياتنا أنه عندهم صعوبات بعدة دوير كانوا معتبرين حالا أنه هني مسيطرين فيها اليوم أنا إذا بدك إذا بدك نفوت شوي نحل بس تنختم يعني موضوع التأجيل نعم يعني لحد هاللحظة هايدي الناس لازم على تهمة الميجا سنتر هي التهمة الأساسية ما هي بدي وصلك على الميجا سنتر بس قبل بس لحد هاللحظة هايدي يعني مش برأيك أنه الناس ما لازم أبدا تحت حالة بجو التأجيل لأنه لحد هلأ جو ويب سايتات وصحف أنا كوة السياسية وفي مواقف يعني الرئيس برأي ما بيقبل بساعة وحدة تأجيل نعم وحزب الله بيقل لك بدل الانتخابات تصير بوقتها والتيار الوطني الحر مصر على الانتخابات وبذكر 14 أضار رح يكون عنده المؤتمر ويعلنوا فيه المرشحين تابعهم يعني الأحد وفيه كمان العشاة التمويل التنين نهار التنين ب14 أضار أكيد لأنه وبكرة رح يتفاجأوا العالم لما بديوا شوفوا الحشود اللي رح تكون كيف انتهى التيار الوطني الحري يعني اليوم ينتهي تيار وبعضهم طيب إذا انتهى ليش بتكون بعضكم عم تركزوا عليه اليوم أنت بتروح بتحارب القوي بتحارب الضعيف ضعيف خلاص خسر بتتركوا عشان بتروح بتشوف كيف تحارب القوي عدل لي كم مرة بتمرو كلمة جبران بسيل بوسائل الإعلام بكل نشر الإخبار أو بكل توك شو أو حتى بالإشياء الفنية كم مرة بيمرو اسم جبران بسيل اليوم هني قصة هلا ميجا سنتر إذا الوزير بيصير عم بيطالب بالميجا سنتر بدي اعتبر هل اليوم في جلسة مجلس وزراء ثلاثة ونصب يبدو مش رح يمرو بس إنه إذا مرأ بيكون كتير منيح هذا أكبر عمل مصلاحي بس يبدو بالمقابل إنه إذا ما مرأ في مشكل يا خي أوصولي أن نعمل مشكل يا استجاد إذا الوزير بيصير عم بيطالب بالميجا سنتر في مشكل وفي تهمة عم تعملوا مشكل لتأجروا الانتخابات عزيب جدا إذا هاي تهمتنا يا خي ما ليش كيف بدو يعملوا انتخابات أنا بدي أسأل السؤال أنا اليوم ابن بعلبك الهرمل وأنا ساكن بيجوني إذا بدي أطلع بعلبك الهرمل انتخب وانزل قدي بدي مصاري بس بنزين ما بدي أقول غير هيك إنه إذا الفريق معه يعطيني إذا فريق لي أنا بنتخبه معه يعطيني بنزين بطلع إذا ما معه يعطيني بنزين بقود بالبيت بينما أنا إذا كان الانتخابات بيجوني عم تعطيني فرصة أروح أعطي صوتي إذا أنت ما بدك صوتي علا كان عشوان بكتعمل الانتخابات بكتعمل الانتخابات عشرين بالمية أو خمسة وثلاثين بالمية أقصى حد من الشعب اليوم بالشارع الشيعي ما في مشكل خيان قصم شوي بالشارع الشيعي وين ما كان هني متواجدين بأماكن إذا بدك كان بشنوب أو بالبقاع في عدد كبير إعدين بالضحية بس في عدد كبير إعدين هل بدك بالضحية صحيح بس هاو دي بيقدروا يمكن عندهم إمكانيات الشيع يعني أنه حزب الله وحركة تأمل قادرين أنه يوصلوا لأنه من أماكن بعيدة بس يوم أنا بدي أحكيك عن البيئة المسيحية اللي هون بدك تكون المعركة إذا صح تتعبير كلمة معركة طب أولاد عكار وين سكنين بس قبل يعني كمان تمانين فهم كلامنا أنه عم نميز بين الناس حكيت عن الطائف الشيعية بس ما كمان الدروز والسنو لأخير كلهم عندهم مشكلة نقل يعني أنا هذا العمول أنا بس لأنا يعني قبل الطائف السنين اللي بدك يصوت بالمينيا وقعد ببيروت يعني العام يفهم أنه اليوم الميجا سنتر منا حج هي بالعكس هي مطلب لإجراء الانتخابات منا حج لتطيير الانتخابات اليوم إذا بده يصير الانتخابات حقيقية عم نحكي نعم مش الانتخابات فايك يعني مهم ما عملنا الانتخابات يعني فيك تعمل أنت انتخابات أنه يلا مهم يلا مين صوت ماشي الحال من عندهم طيب إذا اليوم مش أكثر من 50% من الشعب اللبناني انتخب يعني هاي الانتخابات منا شرعية إنه بدنا نوصل العالم منا قدرة تعبي بنزين وتطلعها على ضياء وتصوت وهي طلعت الانتخابات مش وصلي رجعة بك تقعد بك تتغدى بدك تعمل إلا ما هنالك بدك مليونين ليرة ثلاثة مليون ليرة إذا بعدنا على السعر الحالي ويبدو عم بيبشرون بأنه تنكت بنزين بمليون ليرة اليوم مين بعد يقدر يتحرك قصة يروح على شغله ما بقى فيك تروح على شغلك مش بس تروح تنتخب ولمصلحة مين بك تروح تنتخب وليش اليوم أهل طبقة السياسية هو بموضوع الميجا سنتر يعني كان لافت أنه يعني الدراسة اللي أعدى وزير الداخلية حطت كلفة ما بعرف إذا خمس ملايين دولار وشوي بس الوزير وليد نصار اللي هو عم يتولى نوعا ما يعني اللي عم بيمثل الرأي التاني بهذا الموضوع المؤيد لإنشاء الميجا سنتر قدم دراسة تانية أقل بكتير مليون ونص دولار مليونين دولار من نحافظ الأرقام على المزبوط بس قيلة له ومن قبل وزير الداخلية أنه عم تطرح أنه نعمل خيام ومدرش يعني سخف الموضوع بهذا الطريق مع أنه منه هاك بس بدي أعتبر شو خيام بدي أعتبر خمس مليون دولار تحرز تحرز يا خايمة أنت اليوم عم تصرف مليارات لا أوقفت على خمس مليون يعني اللي قادر ما بده هالأد يعني فيها مبالغة من قبل وزير الداخلية ما احترامنا له ما احترامنا فريق عمله فيها مبالغة كبيرة 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 بالنسبة للسعر بالمليون مليون ونص ماكسيموم بيقدر يجهز نحن بش عم نطلب منه أنه يعمل هذا صحيح بدا شو بيسمون هادي ربط الإلكتروني ربط الإلكتروني وإلى ما هنالك وكل التفاصيل هادي أنا المبفل شو بدا ربط الإلكتروني بس أنه هو بيقول أنه بدك تحط سيرفير محل معين وبدك تشتغل طيب من شهرين ثلاثة لورا كانوا عملوهم بس ما هنه من وقته مقررين بابدهم ميجا سنتر وهنه مصرين من وقت ما من وقت ما عملوا أنون الانتخابي مصرين تطيير الانتخابات أو فكرهم تنحسب لمصلحتهم بس تغير الحساب على البيد صار غير موضوع هلا عم يندخل عم بيفوتوا بغير تفاصيل بس اليوم هاي الشمع إنه إذا الوزير بسيل أو الفريق الطيالوطن الحور طالب بهذا الموضوع لأنه خسران بدوا يأجل الانتخابات عم يلاقي حجة يأجلها يا خي أنا بس أنا عندي سؤال هلا مش دفاعا أو هجوما على حدا بس إذا بدنا نقيسها هاك مين أبعد عن بيروت البترون أو بشرة مية بالمية يعني يعني الإقرار الميجا سنتر هو لمصلحة أهالي بشرة مية بالمية يلي جزء كبير منهم بيصب صحيح عند القوات يعني إذا بك تفهمها هاك بالمقلوب لازم الوزير بسيلي عرق الميجا سنتر لما يطلع كتير ناس قوات ينتخبوه بشرة مية بالمية إذا قاعدين ببيروت مزبوط بس إني عندهم إمكانيات لا عن جد أنه حد ما تتكرر الفكرة بالإعلام بيصير واحد بده يصدق شغلة مش منطقية هلا هنا القوات اللبنانية عندهم ما عندهم مشكلة عندهم شاك مفتوح يقدروا يوصلوا العالم وطرح ما بدهم لأنه مع تقدين هني أنه شعب اللبناني هلأ بها الجوع وبها التعجير هلأ شك مفتوح بده يشتروا لا أنا يعني أنت بتعرف كل الحزة في ناس لا أكيد في تفاوت بس أنه كمان لا أنا بدي أقشاري مثلا أنت يا الوطن الحر بكرة بيسمعوا الوزير بسيل بده يعمل حملة انتخابية صفر دولار يعني مش الوزير بسيل اللي امتلى البانويات لا بده يساوي حدا بده يساوي مع البانويات وواحد بده وما فيه وفيه وما بده إلى ما هنالك ومتليين الأوتوسترادات يعني بلا طعمي كشواكة أن الحزبان الوحيدين اللي حطين بانويات ما في غيرهم قوات وكتائب طيب شو بنعمل يعني برغب باللبنان كله إلا وفيه كمانة حركة سوى للبنان سوى هلأ بطل سوى يعني كان مقرد يعني لا حد هلأ لا حد هلأ مش مبين مش مبين لأن ما بيقلع ما بيقلع سوى بيقلع بيقول ما يساوي ما بيقول كذا بس أنه يعني وأنا اللفتني بالما بيساوي إنه ما بده ما بده الوراث السياسية إنه ما بده وراث السياسية هو ابن جميل متحالف مع ابن معوض لمتحالف مع ابن حرب لمتحالف مع بس هاي مظبوط البانوي إيه ولا مركب على ما بعرف يعني أنا شفته ما أنا شفته أنا شفته أنا شوش النيديا بس ما بعرف ما شفته على الطريق شفته بوسائل الإعلام أنا أول ما شفته قلت أكيد مركب بس ما بعرف إذا مركب أو لا هو بالمنطق اللي بيحلل بالمنطق أكيد بيحسه مركب لأنه ما معقول واحد يكون جد هالأد عم بيستخف بيقول للعالم أنه أنت ابن جميل رايح تتحالف مع ابن حرب لهو حليف ابن معوض اللي بدون يشوفه ابن فتفة أين بدي يروحه وابن المرعب أين بدي يروح كلهم أولاد فلان وفلان بس هاو كلهم كوة تغييرية هاو دي كلهم تغييرين لأنه هني مش مع بياتهم ضد بياتهم نهائيا بيسوأ يعني مش غلط بس لاحد هلأ بالأداء ما بيان هاك يعني كان جبران بسي لأنه صهر الرئيس ما بيحق له ما بيحق له يكون هذا وراسي ولكن الرئيس ضد الوراسي جاب صهره يخيطة بسها صهره ومنح وقادر يخدم البلد هاو كمان هاك بالمفارقات الانتخابية سمعنا على المرشح مجد حرب عم بيقول أنه الوزير الفرنجية غير سيادة بس ما هو النائب بطرس حرب السلم كان مرشح معه بالألف موانتاش ومع الحزب السوري الأومن وبدأ لازم يشكر الشيخ بطرس حرب لازم يشكر الوزير الفرنجية بوقتها إذا بتتذكر يعني الناس بتشوف هالأمور مش عم بيحكي عن مرشح بالتحديد بس أنه فيه أمور كتير فائعة فيك إلا ما تحكي عنه يعني هو يشكر ربه مجد حرب والشيخ بطرس لازم يعمله تمثال لسلمين بك فرنجية لأنه كان صائد بطرس حرب ورجع بواسطة سلمين فرنجية مع السوريين رجعوا نجحوا بالداري تشمال نعم يعني مين كان فيه أنا كنت حاكم أو ميشيل أجبران بسهيل يمكن بوقتها ما كان بعد موجود معقول السوري بوقتها وكان الأقوى مع السوريين كلنا بنعرف وهو ما بيخبيه الوزير الفرنجية لأنه عنده شهامي كافية أنه يقول أنه هذا حليفي أنا من الأساس أنا عندي علاقة عائلية نحن وبيت الأسد ولا مرة خبيها يعني الفرنجية هني بيستحوا بتحالفاتهم هني تعقلوا السعودي عم يعطيك مزعي لا لا وأنا وكذا بس بيتخبوا بينما نحن فريق يعني كان سلمين باك فرنجية أو حزب الله أو كذا بيقول لك نحن أموالنا من هالمائل ونحن ماشيين هاي يعني هالقد عندهم جرأة مش عم نقول هلأ يعني مش عم ندافع عن فريق ضد فريق بس إنه لما بدوا يحكي مجد حرب عن سلمين فرنجية أنا برأيي مش دافعا عن سلمين باك فرنجية ولكن لازم يبخرتم ويشكروا لأنه إذا بعد فيه بيت حرب من وراء بسلمين باك فرنجية من ال96 حاك الحال خلينا نعمل جولة على الأحزاب مثل ما قلنا هيك نشوفها القوى السياسية برأيك شو وضعها بالانتخابات النيابية ورح نجرب ما نستسنى حدا من الموضوع خلينا نبلش بثناء الشيعة للأسهل لا ليش للأسهل لان فيه أسئلة مش سهلة بها الموضوع أنه آخر شيء ثناء الشيعة كل الناس متوقع أنه رح ياخدوا 27 مقعد من أصل 27 برأيك ما في أي أمل لأي خرق بأي مكان والخرق مش ضرور يكون بمقعد يكون بعدد أصوات مثلا مفاجئ بشدائلة من هالدوير يعني هالحركة الاعتراضية كلها وكلها التشييش حزب الله هالحيس عليك عن حركة أمل وحدها ما رح يترجم بأي مكان بس بلشت ثورة 17 تشرين وحيوا كأنه الشارع الشيعي بلش يتحرك ضد حزب الله وصار يقولوا بالأول ما تهيش مصلح الحزب لأنه الشيعة عام يجوا معنا ما بدنا ننقصه مئة بالمئة عم بتذكر يمكن نائب سامي شميل مرة قال هيك وعايدة يعني أقول سامي بتحليلاته حلوين بس عم نقول أنه من وقته بلش نحكي أنه الشارع الشيعي فيه انقسامات وبالتالي فيه ثورة على حزب الله وعلى حركة أمل قد يكون ببداية 17 تشرين لما كانت الصورة ضبابية عند كل الأفريقاء أنه في محل معين حتى لهو تيار وطني حر أو لهو قوات لبنانية أو لهو كتائب أو لهو من حيى الله حزب معين انتفض مع الحالي بوقته معتبرا أنه قد يكون من خلال هذه الانتفاضة نصل إلى واقع جديد يحسن وضع البلد ولما قرأت هذه الثورة أنه هي جاي تتهدم البلد مش تتبني بلد جاي تتشيل فريق تقعد محله مش تأعطي إصلاح وكون عن جدعا بقدم مشروع للبلد بلد الشارع الشيعي يتراجع وإذا بتشوف ان عدمت نهائيا فكرة الثورة بالشارع الشيعي وأنا بقدر إجزم لك أنا بقدر إجزم أنا ابنة بعلبك وأنا بقدر إجزم أنه لما كانت الخيمة محطوطة بيسموها بساحة المطرانية يعني قبل المطرانية قبل قلعة بعلبك لا هذا ما كان حدا يقرب عليهم ولا يقلهم محلة الكحلة بعينكم كان يرقسوا ويدبكوا ويطبلوا ويزمروا كل النهار أنه بالثورة ما كان حدا يقرب صوبهم يعني لا ترهيبا ولا بأي ضغط إذا بدك من هذا بس وصلوا لقناعة أنه هذه البيئة بس بمحلة تانية تلكم موضوعيين صار قصص في مشاهد بيروت في مشاهد بجنوب بس 17 تشرين عم بقلك بأول فترة 10-15 يوم أنا عم بقلك هذا المشهد اللي شفني على التلفزيونات كلنا هذا حقيقي هذا كان مشهد حقيقي وهذا كان عن جد جو معين بس بس بلشت تنفاها من لعبة بلشت تتراجع إلى حين المحلال عم بيحكي بيع الشارع الشيعي وبيبعلبك هلأ بكل لبنان أوقات بيعنوا الأضراب وكذا بتلاقي ببعلبك كأنها كأنها مدينة أو يعني إذا بدك كمحافظة كأنها خارج لبنان لأنه عايشين الجامعة بسلام وأنا بقول لك أنا أراهن مش بس يعني ما بدي بروح على أبعد أنا أراهن أنه 27 نائب من أصل 27 بفوارك كبيرة جدا بمقابل إذا بدك أصوات يعني لا تستوقف حتى ولا تستدعي التوقف عنده واحد بالمليون يعني بالمعارضة الشيعية أنا هيدا بيجزم لكين كان عند حزب الله وان كان عند حركة أمل خلينا نكون واضحين الشارع الشيعي الواقع مع الفارق اللي سيكون كمان بالأصوات التفضلية بالأصوات التفضلية أكيد حزب الله لأنه في 2018 في شيء بيان كتير فارق يا خي هيدا واضحة هيدا واضحة لا بدنا نحكي يعني إذا بدك بس سيء لا لا مش عم نحكي شي غير الأرقام نحكي بالواقع بالواقع حزب الله يغطي 70% من الشارع الشيعي تقريبا يعني مش عمد يحكي أرقام بس أنه ما يقارب 70% وحركة أمل تغطي بين 15 و20% ويبقى 10% نوعا ما للأصوات إذا بدك المتفلتي واللي تدور بفلك إذا بدك السفرات أو لزعليني لأنه ما أخدت منصب محل معين أو أنه في عندها خلاف إذا بدك حول العقيدة إذا بدك المقاومة أو حول الأداء السياسي للرئيس بري بس أنه هيدا إذا بدك شارع الشيعي أنا برأيي هو الأسهل بالتحليل لأنه هيدا هو واقع يعني مش على لاعب زي دولة من غيري بس في هون شغلة كمان لفت استاذ جون أنه بالانتخابات السابقة بال2018 وبال2009 حتى بالوسط الشيعي كان فيه أقل له إعلاميا كان فيه حضور لوجوه معينة ما عم نشوفه هلأ يعني أحمد الأسعد يعني هلأ ما بتذكر الأسامي مين بس أنه في كتير أسامي وقتها كانت تطلع وتحكي قبل الانتخابات تخلق جاو هلأ ما يترجم أصوات بس أنه تخلق جاو حتى هلأ هيدا الأصوات مش عم نشوفها أو يمكن نشوفها بعد من هلأ إلى شهران أنا برأيي وحضرتك عم تقرأ وأنا عم بقرأ أنه قد يكون هناك انكفاء إذا بدك أمريكي عن دعم ما يسمى بالثورة أو ما يسمى بهوضي يعني جماعة السفرات اللي منسميهم أنتر جيمي مش كل الصورة سفرات لا مش كلهم مش كلهم أقول عن جماعة الصورة وجماعة يعني ما قل زيت الجماعة هنا كأنه فيه انكفاء مالي ودعم وإلى ما هناك لأنه مثل ما قلت لك بأول حلقة أنه التحليل والأرقام تدل أنه ما عندهم إمكانية بالفوض ما عندهم أي إمكانية بالفوض وأنه لا تزال القوة التغييرية ما سمية بالقوة التغييرية يعني خارج الطبقة السياسية لا تزال ضعيفة جدا إلى حد أنه تعتبر إبسيلون بالمعادلة يعني لا تدخل بالمعادلة يعني إذا خرقوا بكم صوت مهل هون وهون وهون بعرف أنه قد يكون عندهم إمكانيات بس لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة هلأ هاي الموضوع اللي قلت لنا يفتحنا البيب أمام سؤال أوسع يلي هو إذا الطائف الشيعية ممثلة بحزب الله وأمل حافظت على التمثيلة ل27 من أصل 27 نائب شيعي شو بيعود إلى معنى كل الشعارات وكل المطالب يلي عم تطرح على أنه بدنا نغير الأكتارية النيابية ماذا سيتغير إذا تغيرت الأكتارية النيابية وضلوا حزب الله وحركة أمل هن المتحدثين باسم الطائف الشيعية شو بيصير؟ شو بيصير بتسليم السلاح؟ شو بيصير تشكيل الحكومة الجديدة؟ كل الأمور ما أخر شيء وحتى بانتخابات رئيسة الجمهورية مين بيقدر يتخطى حزبان بمثله طائفة كلها سوا بدون أي استثناء؟ استجاد عم تقول لي شو بيصير إلا معنى؟ هي أصلا هذه الشعارات ما كان إلا معنى لأنه منا مدروسة هي شعارات كيدية نزلت على أساس كلهم يعني كلهم وتحولت بالأخير تجاه فريق واحد بإعاز من جيفري فلتمن للقضاء على حزب الله يجب ضرب جبران بيسيل وتيار الوطني الحر وتديق على رئيس الجمهورية ولكن اليوم العالم اللي بتقول لك انه طيب هالرئيس قاعد بالأصر ما معه خبر شيء وما عم يعمل شيء وكذا لو لا في هالجبل اللي قاعد بالأصر كان البلد هل بتقول لي منه منيح البلد؟ ايه منه منيح بس بعده موجود ما كان بقى موجود ولولا جبران بيسيل هو شخص يعني أبضاي كان على الأرض يعني اللي تعرضه جبران بيسيل حيا الله مطلق سياسي آخر يتعرضه دغري بيقشود لأنه ما عنده مكويمة ولكن الصدق والشفافية هاي دي هلأ عم تضغى أكتر بكتير على شعارات الكاذبة اللي كانت موجودة مين قيم بالثورة؟ خالي نرجع نستعرض الأسماء اللي بلشوا واللي اعتبروا حالهم هني عربين الثورة إما هني مطرودين من الأحزاب إما هني خسرانين بالانتخابات النيابية المرط الماضي جايبين سهلا أخطني على محل تاني أنا سألتك عن شو له معنى بقى سبيت العيوم دكتور جعجع بيقول أنه بدنا نغير الأكترية النيابية طيب إذا تغيرت الأكترية النيابية بالعدد بس لحظة إذا تغيرت الأكترية وإجوا كلهم من جماعة السورة وقوات وبقيت الطائف الشعية ممثلة بحزب الله وأمل بالكامل شو بيصير؟ طيب بدأ يسأل سؤال بدوا يغير الطبقة السياسية هو شو؟ هو فريق فوتبول يعني هو مش من الطبقة السياسية؟ هاي واحد اتنين مع مين متحلف؟ مع وليد جنبلاط مش من الطبقة السياسية وليد جنبلاط لا وليد جنبلاط من أشرف الناس وهو اللي عمل إزدهار بالبلد هو ضد السلطة السياسية هو بالتحت الطاولة قاله مش أنا عم بوله هني اللي هو إنه تحت الطاولة نحنا متفقين مع الرئيس بري صح؟ ولا غلط؟ إن قالت على الإعلام ولا لا؟ جورج عدوان ما قاله؟ طيب كمان الرئيس بري مش من الطبقة السياسية ما باعف هلا أنا ما سمعته قاله لا قالت بس إنه هيدا المتعرف على الأوساط العلمية موجود بالإعلام لا لا موجود بالإعلام إيه لا أنا سمعته سمعته منه بالشخصي مش إنه يعني ريناها ري سمعناها منه بالشخصي طيب أكتر من هيك روح أكتر سعد الحريري عمل هالإنقلاب عليه وبلش يسوي قبل ما يعلن رحيله الشيخ سعد موفق مطرح ما بيكون ببلش يعلن إنه نحن الشارع السني نحن معنا مشكلة مشكلة هذا بده يسحب الشارع السني وصل اليوم لحالة إفلاس بكل النواحي كيف بدك تغير؟ شو بدك تغير؟ هي الأكترية سياسية هي حزب الله وطيار الوطني الحر يخي يبين الطيار الوطني الحر بس هو المنطق اللي عم يحكو فيه القوات فتنع موضوع القوات من دون قصد يعني كنت رحس لك عنه بس بعدين فتنع كل حال إنه المنطق اللي عم يحكو فيه إنه ياني سروحوا انتخبوا مين مكان إلا حسب الله والطيار الوطني الحر وعم يقصوا الطيار الوطني الحر لأنه مش حفي يمون على الناخبين الشيعة نعم انتخبوا مين مكان تنضعف هالفريقين ومين ما إجا غيرهم بيضل أحسن هذا هو المنطق يعني هيك بيشكل ممسك شبه يقلوا انتخبوا قوات بيرخص الدولار انتخبوا قوات بتخلص الأزمة انتخبوا قوات بيصير التغيير بتجي يكون الكهرباء بيعملوا شو عنده مشروع لك سامير جعج خلي خبرنا يا خي بس مشروع غير إسقاط جبران بسيل يعطينا غير مشروع هلأ إذا صحوا البانويات إنه هن القوات يعني بدون بس ما فيهم أو فيهم ما بدون نعم بتخلص القصة إنه فيه وبدوا فيه وبدوا طيب عظيم جدا إذا فيه وينو كاين بالحكم صلوا قديش بالحكم وأخذ بيصارات أربع خمس بيصارات يخي بيقلك نحن كنا نضاف يخي ما عملت شي تتكون نظيف أي نظيف كمان الأكتارين النيابية ما هي كانت معهم بين 2005 و2015 وحتى برهن اليوم التيار الوطني الحر كم مشروع خسروا بالمجلس النياب التيار الوطني الحر بيكون معهم الأغلبية النيابية يعني برأيك لا يصح منطق الأكتاريات والأقليات إلا على الموضوع هذا ديماجوجيا سياسية إلا على الموضوع بس بس على قصة هذا ما هو اليوم عم بيحارب أنه أنا بيخد وزارة الطاقة وبعمل كهرباء وبجيبها بـ 24-24 يمكن إيه لأنه ساعتها بيقدر يمون على تادي رحمة أنه خي ماشي الحال وخفف لنا تهريب هلأ صار دورنا نحن بدنا نجيب الكهرباء خلي العالم تعرف أنه نحن جيبنا الكهرباء بس هو بالـ 2016 خطابه الشاهير اللي بيقول أنه جبران بيسيل عقدم هالخطة شو هو بده يفشل خطة ما هي البيبي تابعه طيب لما إجا بده ينفذها السيستام السياسي في لبنان ما خليه ينفذها ما بيكون حق علام مش هو ما بده يطبق خطه يعني راجعوا له خطابه يا خي هالمناصرين اللي لقله لك مبروك عليهم مبروك عليهم يعني هاي القائد بده هاي المناصرين أو العكس بس أنه يراجعوا له خطاباته لك يا خي طيب واحد بالـ 2016 بيقول شي هلأ عم بيقوله غير شي سد لمسالحة أدي عمل علي معركة دكتور جاشا أنه وجامعته أديش عملوا معركة طيب عبه هلأ سد لمسالحة طلع أنه في بير فتحه جبران بيسيل وعبه منه يعني في مشكلة عندهم بالتفكير بطريقة التفكير سلعاتها ايه مضدها إيجا البنك الدولي أو يعني البنك الدولي بعتقد قال أنه سلعاتها هي المكان الأنسب سد بسري قاموا ضده هلأ بيقولوا لأ لازم يمشي عملوا الأي سامنية قاموا ضدوا وليد جنبلاط والقويت وكذا بس بزبط شكرا وليد جنبلاط لك يا خي تبكيف اليوم نحنا منقول يعني لازم الوزير بسيل يروح على كل مشروع عمله يعمل مؤتمر صحفي منه يفرجي العالم شو يشتغل خلي باله أي وزير قواتي يروح على مشروع عمله ويفرجينا ويحط على عيننا يا خي والله منقبل غير أنه سرقوا المصريات الوزارة الصحة أو وظفوها بطريقة زبائنية غير أنه عطوا مساعدات بوزارة شؤون الاجتماعية للموتى غير أنه وظفوا بوزارة التنمية الإدارية أشخاص مش موجودين غير أنه وظفوا بسكك الحديد شو عملوا وزراءه ما عملوا شي فساد بس هوا كله مش فساد لأنه ما فيه إعلام يحكي ما فيه غيرك 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 يعني بدي أحصرها فيك عم تحط يا خي يحضروا العالم اليوتيوب اللي عم تنزلوا كل يوم حضرتك بيعرفوا شو حقيقة الواقع يعني ما فيه مجال تكون عم تكذب لأنك عم بتحط بالوقائع مش عم بتخبر خبرية هلا أنا وياك من سولف من هلا إلى بكرة الصبح بس إذا ما عنا شي ملموس ضل بضمن الخبرية حضرتك عم تحط وصائك في كتير ملفات موجودة يا خي موجودة على الإعلام وغير الإعلام كيف عم يعمل حملته سمير جاشح وكيف بعد فيه ناس بدأت تسده أصلا مزروك كتير وعي يفكر حاله مرتاح كتير بالواقع عم نبرم بين العالم وعم نشوف عم نشوف شو يعني أنه كيف هالاشتياح يقلي وين يقلي وين بده يشتياح بس أيدا ما فيه نحسمه نحن أبقى شهران الأنتخابات بلنشوك يا نهار الانتخابات هو كمان ما فيه يحسمه يقول أنه بده يحتل الساحة المسيحية بس هو مش مبين أبو شعيا مش مبين أنه القوات اللبنانية هيكة مرتاحة عوضعة بطريقة أقله إخراجيا يعني كل يومين ثلاثة بيعلنه اسمه مرشح بيحكوا كلمة الأمور منظمة مرتبة هدوء كأنه عارفين حالا شو عم بيقولوا لمين عم يتوجهوا ولوين رايحين أقله عم قلق بالإعلام مبين أنه في كتير أطراف تانية مثل كأنه يعني كل يوم نهار بيزعل هيدا بيعم نقطة مرصحة في نهار هيدا كي بيطلع خبرية بويب سايت إنه ما بق بده يترشح يعني كل يوم بكل الأعزاب عم بحكوا نعم بدي أقل لك شغلي الفقر بيولد لنقار بس إذا تكون معك مصاري كله مرتاح مرتاح بس تجيب مصاري أكتر ولأنه معك تصرف يعني أنا اليوم بس كون معي مصاري يعني لو بس الكتائب يعني الكتائب معه شوية مصاري بس بدي أقل لك شغلي ما عم بيغلت سامي يعني سامي غلطه بالبترون غلطة كبيرة هو عملها الشيخ سامي عفوا هو عمل غلطة كبيرة تجيه مناصرين وهذا ولا حزبي بيقبالها يا خي اليوم أنا بدي أسألك سؤال السجاد إنه اليوم في ناس عندهم نضال بأحزابهم تجي بتجيب لهم أنت بالأخير بتروح مش عواحد حزبي بتجيب لهم عواحد هيك جاي من ليش طالع بيلي ما بيحق لك لو كنت رئيس حزبي واحد تاريخيا كان ضدهم لك هيك لك مش بس بصرف النظر أنا فيي يكون ضدك واليوم جاي أتصالح أنا وياك ماشي الحال بس أنا ما بديك عخي قد ما تكون صديقي طب اليوم أنا عندي محاسبين اشتغلوا على الأرض بكل الأحزاب اشتغلوا على الأرض أنا ما عم بقول إنه اللي اشتغل على الأرض لازم يوصل بس مش لازم نوصل حدا على حسابه هيدا الغلط بكل الأحزاب بكل الأحزاب ما فيك تجي تجيب مرشح أنت مش إنهانك ب إذا القوات اللبنانية فيه فرد إنه فلان ونتعى الموضوع واللي بديوا يفتح تمه بيصير فيه غير شي ما بعرف شو الغير شي يمكن بيعملوله يمكن بيكتبوه ميت سطر على الراكع أو هذا وكل حرف بلون واللون ممنوع يتكرر مرتين يمكن أصاص كبير بس بغير أحزاب ما فيه أصاص بس إنه لا بس يعني كمان بالقوات إنه حزب فيه ناس تزع الناس بتفل هيا فيه نواب تلكوا كتلة القوات نائب جونتالوزيان ونائب سيزار معلوف هذي مش قوات أصلا أوكي بس إنه من كتلة القوات مش قوات أصلا يعني سيزار معلوف ومنقر أيام على سوشال ميديا سيزار معلوف فلان منسق كذا فاصلينه من الحزب لأنه طيب شو غلط سيزار معلوف بحق القوات ما ليش إيه للحقيقة إيه للحقيقة طيب حزب بيخزن مزوت وبنزين بمدينة مثل مدينة زحلة هيدا بدوا يعني بدوا يخلص البلد بحزب بيسكر طرقات وبعمر حيطان بتنال نهر الكلب هيدا بدوا يزبس البلد مش الحزب هونيك إنه في شخص هو القصة التخزين وهيدا بيصفل هو القضاء مش الحزب ولا قطعت طرقات بقلك مش نحنا ساعة لبدنا ساعة لبدنا هيدا إلنا وساعة لبدنا مش إلنا ساعة لبدنا هيدا شبابنا على الأرض ساعة لبدنا مش شبابنا لا يبدوا يسمح لنا يعني يعني صحيح نحنا قوادم وعقلين وكذا بس عنا عقل منفكر نحنا نحنا منشوف يعني ما بدك تقول فيك تطلع تقول ايه مش إلي ايه مش إلك ايه وكي بس أنا حنعرف انه قلك يا شوال خبرية يعني اليوم انه هلأ بطل براهيم السقر بطل قوات لبنانية براهيم السقر كل عمره يطلع يقول وتقتلع هدد العونية اللي بيحكي عون اللي بيجيب سيرة بيقول انا طيار وطني حر او هيدا بيزحلي بدي اصلوا راسه ايه بس أنا عم قلك يا انه الحزب القوات ما كان راضي على هلأ ما ينقلك لاش لمين عم بيخزنه بالإعلام قرينا لمين عم بيخزنه لا ما كان راضي عن المواقف وعن كل هالأمور يعني انه مش نحنا انه هيدا هو كشخص يستفل طيب اوكي لكان نحنا كمان مين مكان يطلع يصارح تصريح وآهيان شي تقول هيدا يا خي ما بيلزم إلا حانو إذا مبطل حزب منظم صار حزب شو مكان عنده مصاري عم بيقدر يدير العالم من ناحية المصاري اليوم انت بتعرف انه الانتخابات يبيه بدي مصاري نحنا عم نشتغل على الأرض ومنعرف قداش بدي مصاري وقداش العالم بحاجي اليوم ان كان لمساعدات وان كان لمزوت وان كان لابنزين وان كان لهيدا نحنا عم نشوف نحنا ما قدرين يعني انه في محلات احزاب ما قدرى تعطي هذا الموضوع لانه ما فيها تكون مرهوني لا للخارج ولا للداخل بمصريات وفي احزاب الله ناعم علي ما بعرف يمكن سرويتهم انا خبروني بس يخبروني شو كانوا يشتغلوا توصلوا هاي السروية خي والله انا مستعد اترك هلأ وظيفتي تروح اشتغل مثلهم انه اذا واحد قاعد كل نهار ما بيعمل شي طيب ما انا معي ست سبع شهدات وبروح بيشتغل من الصبح لعشية ما معي يمكن نكفي شهر يدلونا منروح بنعمل مثلهم يعني هيني بس يعملونا مدرسة كيف هدا يعني خلينا ياخدونا شوية بحلمهم يعني شوية بحلمهم نحنا بنعرف انه اليوم بدك سيادة بس ممنوع تهجم على السعودية دي غري بيقوموا عليك بس اني مسموح يهجموا ايران مسموح يهجموا على روسية هلأ هلأ طلعت روسية خينة بالنسبة لهم الى ما هنالك طيب هادي مسموح هادي ما خصهم بالسيادي هني سياديين لانه هادي ما خصهم بالسيادي بس سعودية مع احترام يعني انتبه انا ما اقول لك بس اتدق بالمحور اللي هني بينتموا له اذا بدك او المرهونين له ايه انت عم بتغلط وانت عم بتكون ضد السيادي اللبنانية بدوا يسمح لنا يعني اليوم الدكتور جعجع قال له كل التقدير والمحبة يعرفت كيف على الصعيد يمكن الشخصي رح سلم مع مثل ما قال البطرك الرعي انه الناس المتقشف يا راتب يشتغل هيك يا راتب يروح انجد بيتنسك وبتقشف بعتقد بيرتاح هو لانه مع ذاته لانه بطبيعته وجداني وسبيرتويل يعني روحاني وبالتالي كمان بيريح شوي الواقع اللبناني والواقع المسيحي بالبلد يعني انا بأييد لكلام البطرك الرعي انه هو لازم يكون هيك ناسك ومتقشف هذا موضوع بيحمل ناقش كبير هلا بس عنا موضوع تاني بنا نحكي فيها رح ناخد فاصل بقى نجحة نحكي عن كل الأطراف ما رح نترك يعني أي طرف وبما فيهم الطيار الوطن الحر مشاهدينا فاصل وبنرجع لحلقة حوار اليوم عودة إلى حلقة حوار اليوم مع ضيفنا المحلل السياسي جان بوشعي أهلا وسهلا فيك من جديد بدنا نحكي عن طيار المستقبل يعني الموضوع السنة حكينا عنه من الزاوية المسيحية بس بدنا نحكي كطيار مستقبل وكواقع سنة بالانتخابات اللي بعد شهرين يعني نعم يبدو أن الرئيس الحريرة مصر على موقفه ولكن في حركة يقودة مثل ما عم نسمع الرئيس فؤاد السنيورة نعم برأيك ستثمر هذه الحركية يعني عم يتدقل هون وهون وهون ويشجع فلان يترشح أنا سمعت مثلا الوزير السابق رشيد درباس نعم عم يحكي هديك النهار أنه الرئيس السنيورة يعني هو شجعه على التعاطب نعم يعني بدون شك لا يحصد لا تحصد الساحة السنية على ما هي عليه اليوم يعني كان فيه توجه أنه مثلا الشيخ بهاء يجي على لبنان يمكن بعدها وردي أو مش وردي بس يبدو أنه ما كانت مقبولة كتير وخاصة هلأ التعاطف مع الشيخ سعد لا يزال بأوجه يعني أقله بهذه الدورة الشارع السني رح يظل متخبط إن كان الرئيس السنيورة عم بيقود الحملة أو غير الرئيس السنيورة ما تنسى من تاني نهار رئيس ميئاتي والمفتي دريان قالوا لن نترك الساحة السنية فاضية ورح نخوض الانتخابات ورح ننسحب من الانتخابات ويمكن وكل الرئيس السنيورة بأنه يقوم بهالحراك اللي عم بيعمله ولكن أنا معطياتي بتقول أنه الرئيس السنيورة غير متحمس لم يعود متحمسا لهذا الواقع لأنه الشارع السني ما عم بيتجاوب إذا بدأ بس في غير معطيات بتقول أنه متحمس بس الرئيس الحريري يمانع مشان هيك متريث هو لم يعود متشجعا لأنه الشارع السني ما عم بيقدر يتحرك معه أو ما عم بيقدر يحرك الشارع السني كما كان يتمنى وكما كان يتمنى بعض الأفريقاء اللي هلأ عم بيحاولوا يتناتش وإذا بدك الساحة السنية على رأسهم سامير جعجع ومن ثم وليد جنبلاط اللي كانوا بينيين إذا بدك عزهم نوعا ما أنه منقدر نشتيح ومنقدر نعمل من خلال الصوت السني منرتاح من سعاد الحريري السعودية بتضغط على السنة سنة بصوته وإذ تفاجأوا أنه حسابات الحائل ما نسبة حسابات البيضة بقى اليوم الشارع السني لا يحسد وأنا بدي أقول لك شعلي أنا تقديري شخصي وحسب معرفتي ببعض المناطق السنية أقله بمنطقة البقاع بحس أنه قد لا يتجاوز العشرين بالمئة الصوت السني اليوم بالانتخابات على صعيد لبنان يعني عشرين بالمئة يكون أنا عم كتر شوي قد يذهب للناخب بعض الناخبين لمرشحين معينين يعني مثلا أنا صاحبي مع وليد البعريني أو وليد البعريني عام الحالي بعكار مثلا بروح بنتخب وليد البعريني ولكن الكتل أو الكتل الصوتي السني اللي كانت تنزل على أيام سعد الحريري راح تكون يعني الشبخ غائبي لبل غائبي تماما عن الواقع الانتخابي هذا شيء مجزوم يعني يوم إذا مصطفى علوش نزل بترابلوس قد يكون عنده حالي محل معين الرئيس مئاتي عنده حالي معين عمر فيصل كرامي محفظ الألقاب عنده حالي هؤدي بيقدروا يجيبوا أصوات لقلهم يعني هؤدي جمعتهم يعني إذا فيصل كرامي مثلا عنده 14-15 ألف صوت بيجوا هال 14-15 بيحطوا فيصل كرامي كان في معرك كبير وكان في معرك صغير هو رح يعطوا فيصل كرامي بس هؤدي إذا 14-15 ألف من أصل 170-180 ألف صوت سني يعني لا يشكل عشرة بالمئة إذا بدك من الصوت السني هلأ اليوم بدون شك إنه الشمال من ترابلوس لعكار الرئيس ميقاتي هو الأكوة اللي بقى الغربي عندك الرئيس عفوا الوزير عبد الرحيم راد وهلأ رشح ابنه محمد امراد أو حسن امراد حسن امراد تترشح يعني هذي وعندك المخزومي ببيروت قد يشكل حالي صغيرة مش كبيرة مخزومي قد ما يكبر حالته صغيرة إذا إجرى لا عم بحكي بالنسبة للشارع السني يعني إذا بدك بالتحليل هلأ يعني لحد هلأ ما بعد حالات السياسية تبلش يمكن ما بعد 15 أيار منرجع عم نحكي بس عم نحكي هلأ الواقع الحالي يعني عندك بيت كرامي ونجيب مئاتي شمال عندك حسن امراد بقع الغربي عندك بيروت مخزومي شوي والسنيورة قد يؤثر جدا على واقع بيروت كبيروت فقط ما بيقدر يتخطى سدبة هي هيئتها غيبة رح تغيب نهائيا عن المشهد السني بصيدة هل بيقطفوا مصطفى أسامة سعد ما بعرف يعني هل عنده مقعة شبه مضمون بس أنه هل يقطف إذا بدك الشارع بمعنى زعامة الشارع السني هذه بعدها مش معروفة بس ببقيت يعني هذه هي إذا بدك التوزيع الجغرافية لا بزحلة بالبقاء الأوسط عنده المشكلة كبيرة الجماعة يعني فيه انكفاء انكفاء تام للشارع السني أنا يعني بتعاطية معهم ما في حماس أبدا لهالمعركة وما بيهمهم حتى من رح يترشح أو ليش رح يترشح وإلى ما هنالك شبه يخذين قرار الجماعة أنه بالمقاطعة أكيد إلى حد ما يعني يعني بيضال يفلط له عشرة خمستاعش عشرين بالمية أقصى حد من الشارع السني يعطي انتخابات لا يحسد الشارع السني ونحن أجد هيدا شي بيزعل اليوم الشيخ سعد شئت أم أبيت قد تكون معه بالسياسة وقد تختلف معه بالسياسة ولكن عمل حالي من بعد بيق والده بده وقت أنه حدا يغطي يذكرني واقع السني بواقع المسيحي سنة 92 لما فل الجنرال عون على فرنسا والدكتور جعجة راع الحبس بصرف النظر مع أنت والله ضد هيدون الفريقين ولكن ترك تيتم إذا بدك الشارع المسيحي إلى فترة معينة وتغطى بوجوه ليست على أدر الشارع المسيحي إلى الالفان وخمسة رجعنا للوجود إذا بدك المسيحي بالدولة وهذا الفضل الكبير للوزير بسيل وللرئيس عون أكيد قبله بإدخال المسيحي من جديد ضمن رغم المؤامرات لبعض المسيحيين للآخرين عم يعملوها على المسيحيين للدرجة الأولى الوزير بسيل بإصراره ما بعد العماد عون النائب ورئيس أكبر تكتل والرئيس المشركي إذا بدك قبل ما يعمل رئيس المشركي قدروا ردوا الوجود المسيحي اليوم الوجود السني أنا برأيي أو الحضور السني في الدولة ما بنقبل الأمور أنه لن يكون موجودا مثل ما كان على أيام سعد الحريري لنوصل للحزب التقدم الاشتراكي نحن رح نحكي عن الحزب الاشتراكي بس بلا نفوت بالموضوع الدرزي بشكل عام اليوم وليد جمبلات يشعر أنه مستهدف أكثر من أي وقت مضى لدرجة أنه لم يمنح بعد المقعد الدرزي ببيروت ممنع شو رح يصير وحسم المقعد الدرزي بالجنوب حسم لحدا رح يكون عضو بكتلة الرئيس بري وإلى آخره وبرضى يمكن جمبلات بس أنه مش متل ما قبل لا يعني ما بعرف إذا بيكون يعني مروان هو بحزب ديمقراطي اللبناني تبع المير طلال ما بعرف ليش بدوره عند الرئيس بري ما بعرف أنه فيه يكون فيه تنسيق ويكون رئيس بري راضي أنا سمعت أنا ما عم بجرد شي أنه صار فيه تفاهم على هذا هو الوزير طلال صرح أنه هو مرشح الرئيس بري مش مرشحنا يمكن تايد فيد إذا بدك الخلاف الدرزي الدرزي أكيد الوزير جمبلات استهدف حيله حقيقة ما عرف تموضع يعني خرج من 14 أضار بدون ما يأمن تموضع آخر رجع تخينق مع المقاومة رجع تخيرق مع سعد الحريري تخينق مع رئيس جمهورية أكيد كل الأطراف بتعمله حساب باعتبار هو الممثل الأساسي إذا صح يعني تعبير للطايف الدرزية مع احترامنا للمير طلال وللزير وهاب لهن عنده انتقل ولكن لا تزال رمزية الوزير جمبلات بشارع الدرزي شأنها هي الأكبر أوكي بس هده مش أول مرة بيكون يعني انتخابيا يعني عنده معركة يعني مثلا مش ضامن المقعدين الدرزية هو هلأ اليوم الضرب مثلا لا مرة الماضي معلشه الوزير باسيل ضربوا ضرب موجعة بالمحل بالأماكن المسيحية بالانتخابات 2018 ضربوا ضرب موجعة يعني شو بل هي الأنون مش الأنون نتيجة مش أنه أصدر شخصية يعني أصدر لا لا عم نحكي بالسياسي نعم مش عم بيحكي بالشخصي والضرب وموجعة بالانتخابات لا أبارك مش بوكس بالانتخابات لا ما في علاقة طويل وليد جمبلات والرزير الوسيل مش كتير بس اليوم اللي بدو يأزيه أكتر هو خسارة الدروز هونيك ما خسر الدروز هوني قسر مسيحيين إذا بدك من تكتلوا ثلاث نواب أقل له وأكيد الأمير طلال يعني هو دايما بلايقته إلا مرة وحدة يعني بلايقته مثل كل العائلات هكي تشتغل يعني الرئيس فرنجية الله يرحمه كان دايما رغم علاقة المتوترة مع باتمعوض يترك محل للرئيس روني معوض تيكون على ليحته هايدي إذا بدك بالأخلاقية السياسية اللي عند العيال والوليد بايك دايما بيترك محل المير طلال أنه تيكون الجزبكيين والإرسلينيين موجودين اتنين على على الليحة وعلى التمثيل هلا يمكن بيزعجوا وجود مهام بس ما بيزعجوا الوجود المير طلال يعني واليوم إذا أخذت منه مسيحيين قد يتقبل وهو اليوم يعني سرب عنه هلا ما طلعنا فيه بس سرب عنه أنه ما بيقبل أنا كون زلمة سامير جعجع لأنه بس بدوا يعطوني مصاري من غير محال بدي أمشي هاي بوقتا لا يقول أنه أنا عم بعطي مععد لهون لأني مجبور أعطي هذا المععد بس أنا إذا بصر لي أخده راح أخده ومش هني بيفرضوا علي مين بدهم أنا بقول لهم مين بدي بينما عند الدروز لا أصعب عليه كتير هاي ضربة كمان موجعة أكبر ومش أن هاي يكون معتبر حالو أنه يحاصر هلأ عندك واقل بفعور بالبقاء الغربي محله مهدد عندك المقعد الدرزي ببيروت والمقعد الدرزي بمرجعيون حصبية هلأ مهدد كلمة مهدد مهدد بالمعنى مش لقلك عم قلك بس أنه يمكن هاي إذا بتنقال بتفيده لوليد جنبلات يا خي ليش لا ايه ليش لا صحتان عقل بدي قلك شغلي بدي قلك شغلي ناس تتطامن مع المهدد الخصوم السياسية الخصوم السياسية لا يعني لا تتصل بالأمور الشخصية نحنا يعني بسائفتنا السياسية نحنا ما بنقبل زوال أحد نحنا عم ندعي الجميع للمشاركة ببناء دولة خلافنا مع الجميع هو خلاف حول بناء الدولة ما عنا خلاف بالشخصية ولا أنه والله أخذ أكثر مني وأخذت أكثر منه إن شاء الله الكل يأخذوا نحنا ما بدنا بس تعالوا نبني دولة هذا الواقع هني بدهم يزحوك تيضلوا يسرقوا الدولة وجودنا بيزعج لأنه نحنا منمنع سرقة الدولة هني وجودهم قبل وجود الدولة نحنا زوالنا لأجل وجود الدولة نقبل لا نريد رئاسي نريد جمهورية لا نريد زعامي نريد دولة لا نريد أموال نريد اقتصاد ريعي عفوا انتاجي ما بدنا نروح نشحد بدنا ننتج نحنا ما بدنا ناكل سمك بدنا نتصيط في فرق كبير بالعقلية والزهنية لذلك ما بيركب الشر مع الخير ما بيركب كتير نحنا عم ندعي الكل يجوا يفوتوا والوزير جنبلات على رأسهم لأنه الوزير جنبلات ما فيك شئة أم أبيت هو خصم بالسياسي وهو إذا بدك نفضع بالدولة وبوسائق وكذا وهو بيعرفه وهو قال عندي دفترين دفتر للدولة ودفتر لألي هو قاله عن حاله هو قاله وزيره قال أو نايبه بلال عبد الله بيقول أنه هرب 500 مليون دولار وكذا وكلنا بنعرفهم ولكن ما فيك تشيل هامة وطنية بقيمة تولية جنبلات من البلد بالعكس نحنا عم ندعي أنه يا خي طيب مش عاف الله عما مضى خي بدنا نتحيسب نحن وياك بس خليه نكفي هو ما بده هو ما بيقدر يقعد مع المنيح أربعة آية سؤالين عن الطيار الوطن الحر نعم سؤال سياسي وسؤال الانتخابي سؤال السياسي يعني في حدا سألني من يومين ثلاثة أنه أنا حدا عوني هو الشخص عم يحكي وأنا دايما كنت انتخب الطيار الوطن الحر وكنت معتبر أنه ميشيل عون جنرال عون هو المنقذ اللي رح يخلص الوضع كله سوا وصلنا للمحل اللي نحن في لا بداش نتخبه المرة تاني فيك تجاوبنا بجملة على هالموضوع بدون تشبيه يعني إذا بدك نهار اللي أخدوا المسيح على الصلب الرسل اللي كانوا متوعين أنه هيدا الملك إسرائيل اللي جاي أصيبوا بخيبة أمل وراهوا قعدوا بالعلية وقالوا انتهينا يا دي عان الوقت لقضيناه معه وثلاثة سنين نحن عمل نام برات بيوتنا وقعدين بلا أكل وعمل نام بهذا وعمل نتحمل جينا بفرد ضربة تلوعبنا هو والملك وهو اللي ما بيصلوا شي بغزة ولكن بعد ثلاثة أيام لما قام رجعوا هضي الرسل رجعوا اتنشطوا وراحوا وبشروا فقالنا نحن منقلهم شغلي لهو الجامعة مش هلعون أنقذ البلد بس ولكن الإنقاذ ما في قيامي بلا موت إذا ما مات المسيح هذا مربولوس مش أنا أقول إذا لم يمت المسيح لما قام ولم يرميكم لكان إيمانكم باطل وتبشيرنا باطل الأساس مش بالهلأ الفترة الموت الأساس بالإنقاذ الأخير والآتي قريب يشوفوا شو عمل ميشيل عون هلأ بالواقع إذا بدك تقررشها دغري أكيد نحن كلنا محبطين بس مش من ميشيل عون محبطين لأنه اللي صار بالبلد ما لازم كان يصير فيه هذا بلد جني على الأرض ما لازم حرام يصير فيه اللي صار منذ ما قلت لك في تشبيه بالسيد المسيح ولا شيء تاخذ العبرة لا لا العبرة أنا عم بيخذ الفلاسفكتار أصلا ماش الحال يراتي بيكتروا الفلاسفكة القليلة بيكتر الفكر بس المتفلسفين كتار نعم التاني سؤال هو كمان إلو علاقة بالطيار الوطني الحر مرتبط بالتحالفات يعني تعون تخبونا لأنه نحن مع التضيق الجنائي وإقرار قانون الأموال المنهوبة وكذا وكل هاي العناوين الإصلاحية ما رح أرجع عددها بس بذات الوقت نحن متحالفين مع حركة أمل ووا 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 يعني هلأ عم نقول حركة أمل ووا ووا ما فيه واحد يعني بالمناطق يمكن يكون فيه أشخاص يمكن البعض يكون عنده أتساؤلات عليهم ويمكن لا أول شيء ما فيه تحالف حكينا عن التحالف بشكل عام تحالف مع حركة أمل بالمعنى تحالف مع حركة أمل ما فيه فيه تحالف مع حزب الله وهذا شيء لا نخفي ولا نستحي به هيدا ما صار تاريخي صار وعلمة وفا من عندنا ومن عندهم لها العلاقة اللي دامت من سنة الالفان وستة لليوم بدون مع تخلل بعض الشوائب ولكن لا تخلف بالبط قضية هيدا التحالف حاولوا كتير يفوتوا فيه ما رح يقدروا يفسخوا هيدا لا تكون واضحة ولكن حزب الله عنده سوابة أيضا من سوابته أنه تحالفوا مع حركة أمل هذا القانون يحتم عليك أن تكون على لائحة واحدة يعني باك تحط فرد لها إذا كان معك مرشحين من حركة أمل مش معناته أنت عامل حلف معهم ولكن هذا بالانتخابات أنه مجبورين نكون على فرد ورقة بس أنت حط الصوت اللي بدك لا تيار وطن الحر رح يصوت لها مرشح أمل ولا مرشح أمل رح يعطي للتيار الوطني الحر هلأ بالآخر الشخص بيروح بيصوت صوت تفضيلة يعني المرشح البدك بس اللي حاجة مجبور أنت تنكتب على ذات الاسم هذا الشيء ما بيعمل إحراج لأنه اليوم هذا تحالف انتخابي بعد التحالف الانتخابي منه مبني على مشروع نحن بحركة أمل مشترك نحن مشروعنا السياسي كوتيار وطني حر رح يعنيه الوزير بيصير نهار لأحد ينتظروا العالم كلمة الرئيس بيصير بمؤتمر السنوي تبع التية الوطن الحر تبع ذكرى 14 أدار رح يعلم فيه المشروع الانتخاب رح يعرفوا يخي بدنا نعرف بدي يقلوا سألهم الوزير بيصير بتصور يعني بتصور هيك أنه يخي تابع إذا نحن الفيسدين ونحن كذا ما معنا ألف ليرة نصرف على الانتخابات دم معقول هل مش فيسدين ما معنا لأد أموال يعني بالسياسي بالسياسي نحن مع حزب الله لا شيء يحركنا ونحن مثل ما قال الوزير الفرنجي من كم يوم من ردله إياها من قال له ذات الشيء أنه نحن بالتحالف العريض نحن وحركة أمل وحزب الله والتيار المردى وكل كوى الممانعة والحزب القومي السور الاجتماعي وكذا نحن عندنا رؤية وحيدة للمنطقة بالشكل السياسي العام هل أنا أعرف زي الجملة انتخابيا مفيدة لا أنا ما عمقول ما عمقول بالانتخابات يعني عم نحكي عند البعض ما بدنا نكذب ياخي ما بدنا نكذب نحن ما منكذب نحن عارفين يعني نحن عنا سئة بأيادتنا لما بتاخد خيارات سياسية نحن من أيدها على العمياني لأنه مش لأنه نحن عميان ولا لأنه نحن مثل ما بسموه عفوا على التعبير غنم نحن لأنه نؤمن عن جد أنه عنا قيادة حكيمة نعم عاك الحال يعني يمكن ما بعرف دائما منستذكر العبارة الشهيرة اللي أطلق الرئيس عون بال2009 على موضوع انطلق من موضوع جزين وقت استعمل عبارة حليف الحليف يمكن هيدا هي تختصر المشهد كله سوا أكيد 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 لهم كل المحبة كمان وعاك تفكر أنه عن جد عن جد على صعيد يعني التعاطي الشخصي لهم كل المحبة لا من عم يحكي عن صعيد الشخصي عم يحكي أنه كان فيه طرفين أصلا اللي يسأل عليها الطيار الوطن الحر تسأل عليها حركة أمل كمان يعني يمكن جمهورها بيسألها كيف عم تفوت بلايحة واحدة مع الطيار الوطن الحر بعد كل شيء بعتقد هني مبسوطي أنه يمكن جمهورنا شوية زالين شكرا لك سيد جمهور بو شعية وأهلا وسهلا فيك مشاهدينهم نصل لختم حلقتنا